إن الشباب هم الهباة بجوارهم تحل الحياة من رم منهم همة فلسوف يلقى المعجزات بسواعد لشبابنا نبني بها جيل الثباة فسل العولى عن خالد سيف الإله على الطغى وسل النهدى عن طلحة ذهمة في المكرمات إيمانهم في صدقهم إخلصهم حمل النجا هجر الملاهي والخنا وتسابقوا في تضحيا اللقاء الأخير إنه اللقاء الذي يعتصر الحياة الحفرة المظلمة كلمات كتبناها بدموع العين ونطقناها بحرقة قلب على من نفقدهم من أحباب لكن هؤلاء لم نفقدهم بعد هي رسالة لنا قبل أن تكون رسالة لهم ماذا أعددنا لحياتنا الباقية هذه الحياة الفانية ما زال في العمر بقية ماذا ستكتبون فيما تبقى من حياتكم تابعونا في هذا اللقاء الأخير إن الشباب هم الهفاة بجوابهم تحل الحياة من رمى منهم خمة فلسهم يلقى معجزاة ساعد رشاة بنا نبني بها جيل التباق فسل العولى عن خالد سيف الإله على الطغى وسل النادى عن طلحة ذهمات كان الأستاذ مصعب نجار رحمه الله مدرسا محبوبا في قلوب طلابه هينا لينا مفعما بالحيوية واللطف حازما من غير قسوة لينا من غير تهاون لقد تميز بطريقة إعطائه الرياضيات بحسب الوقت وما يناسب الشباب حمل مع تدريسه روح الأبي الحنون المؤثر في فئة الشباب فكأن رسالته في العصر الحديث تأكيدا لهوية الشاب المسلمي في منهج واضح كان رحمه الله رم ارتباطه العملي وازدحام جدوله اليومي بالكثير من الدورات عضوا في التوجيه التربوي لدعم التعليم والوقوف في صف الطلاب في كل الأوقات كان يحفز شباب أمتنا يبذل هنا ويفرح هناك ويضمد الجراح هنا ويواسي هناك كان رحمه الله على ثغر من ثغور القتال أمام سبورته وحين اندلعت الثورة السورية المباركة وقف مناضلا بكلمته حاملا سلاحة في وجه من ظلمه مساندا الضعفاء في معارك الشرف والإباء إلى أن كان امتحان الله له في استشهاد إخوته الثلاثة ذلك الحدث الذي جعل من الأستاذ مصعب رحمه الله راعيا لثلاث أسر مضمدا جراحهم وهو الذي ينزف ألما يساند وهو الذي يحتاج الساد فالغوالي رحلوا في سبيل الله لكن الدين والوطن يحتاج من يعيش في سبيله كما يحتاج من يموت في سبيله كان رحمه الله باسما صامدا جبلا ينصر الضعيف ويداوي الجراح حالما بمستقبل ينعم فيه مع أبنائه بالحرية والكرامة تسوده الرحمة والعضاء لكن لا بد من الأفول ولا بد للورد من الذبول حمل رحمه الله مع رحيله الكثير من أسرار انتصال ثورات الشعوب كان يتمنى أن يحقق أمانه الكثيرة التي تخدم دينه ومجتمعه قبل أن يودع هذه الحياة لكن ساعات الإنسان معدودة وأنفاسه محدودة وعقائب الساعة توقفت بأمر ربها العلي القدير وكان الموعد الأخير تقبل الله شهيد الشباب وأسكنه جنات تجري من تحت الأنهار وقد نظرت يا رحمن وجهه بالنظر إلى وجهك الكريم جمعنا الله به في أعلى جنان الخلد إن شاء الله ونحن نكتب الكلمات لم نتبع لك الزفرات ونحن نسجل هذا المقطع أعدناه عدة مرات هل نجرؤ أن نسجل مثل هذا الحدث لكن حقيقة أن الحياة هي مطبات فنعتبر هذا المطب في مسيرة حياتنا أمد الله بعمرك واجعلك ذخرا لأولادك ولأبناء أخوتك ولمن حولك ولطلابك ولأمتك إن شاء الله لكن بعد هذا المشهد رسالة تقرأها من هذا المشهد الرسالة الثانية هي كلمة أو رسالة توصي بها زوجتك توصي بها أولادك أولادي طبعاً وصيهم تقوى الله وطبعاً ونسابر ونحن نظل على على سواب الثورات وإن شاء الله كنا وسنبقى إن شاء الله بالنسبة إلى طلابي أتمنى لهم التوفي هل أتنادم على هذه الثورة؟ لا والله فقط إخوتك الثلاثة أنا والله أكثر من مرة والحديث صار جرى مع الشباب قالوا جرد الغاز وكنا بانزين وكنا عايشين وعايشين كهرباء قلت لنا أنا ما أتمنى أكون أخواتي ثلاثة طيبين هلأ ويكونوا الثورة مع آمن لأنه كنا رح نخسر كثير بالنسبة إلى الطلابي أنا أتمنى أني يعني يعني يستفيدوا من هالحادث هذا ونحن بالنسبة إلى يعني اللي توفر لهم ما تتوفر لأحده يعني شون في مدارس ومدارسين على يعني مثل ما على مستوى عالي وجامعات الحمد لله في كل مكان وصارت يعني مثل ما يقولوا قريبة كثير كثير وبإذن الله يعني يعني قادرين يعني يوصلوا إلى اللي بدهم هي رسالة لزوجتك زوجتي الله سبحانه وتعالي سهلا الله سبحانه وتعالي مد في عمراء وشدة بتوب العافية يعني هي مثل ما يقولوا يعني يعني صمام الأمام للبيت عرف شلون ما أصرت بيوم من الأيام لا مع أخواتي يعني اللي طيبين أولاد اللي استشهدوا مع زوجاتهم مع أولادهم هي الأم الحنون للكل لأولادي ولأولاد أخوي يعني باستمرار وعلى يعني أنا والله ما أتمنى للكل خير إن شاء الله الله يسيك خير بالنسبة لأصدقائك لجملائك بتحمل حقد غل على أحد لا والله أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي الشباب اللي أصغر مني هني إخواتي الصغار على شلون وولادي الأكبر مننا يعني نحترمون نقدرون على شلون ونحن يعني عادة أنا بالنسبة لي كموجه أو كذا يعني ما بعامل يعني الأسازي لو مدرسين أو كذا معاملت إلا الأخ الأكبر إذا لقيت الله بماذا تلقى الله العمل يعني أنا والله بالقل إن شاء الله بلا إله إلا الله على دين الإسلام وإن شاء الله أنا ما قصرت ولا رأي قصر لا مع الأيتام ولا مع الفقراء ولا مع المساكين ولا مع طلابي أنا من الله يعني أنا ظليت فترة طويلة حتى بديت بعمل كمدرس بس والله أنا بالنسبة لي بحب عملي وبحب طلابي كأني أولادي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يزيك الخيال بالك فيه أنا حفاجأناك في هذا المقطع يعني هذا المقطع شو أثره كان عليك وانت تشاهد هذا المقطع أنا بالنسبة لي مثل ما أقولوا جروحاتي تفتأوا عشلون يعني ذكرت أخواتي ذكرت الشباب اللي استشهدوا ذكرت جيراني ذكرت زملائي رفقاتي يعني صبحان الله بس أمر الله أمر الله كائن عندما سمعت هذا الحدث كان رحمه الله أنا بالنسبة لي بالله يعني ما فترة من الفترات يعني سوا معي الموت والحياة إلا فترة ما عدت ما توفق أخواتي يعني أنا بالنسبة لي جاهز لأي لحظة يعني الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته يعني إن شاء الله أنا ما قصرت وما رح قصر لآخر نمق إن شاء الله الله يمد بعمرك إن شاء الله تبقى إن شاء الله هيك دخل لأولادك وعائلتك ونحن نعتذر إذا فتقنا جروحات لكن أحببنا أنه تكون هي رسالة لأنا ورسالة للمجتمع رسالة لأبناء رسالة لكل الناس أنه هذا الوقت سيأتي نعم صدق نعم سيدنا عمر كان يقول مات فلان ومات فلان ومات فلان وسيأتي اليوم الذي يقال فيه مات عمر نعم فأنا أسأل الله أن يحسن حتامنا آم الله يزيك الخير يا أستاذ المصعب وعذرا نهان مرة ثانية الله يكما الله يسأل مارك ويحفظ اشتركوا في القناة